السؤال بعد كده يقول أنا جوزي خني وتجوز عرفي من خمس سنين ورجع قال لي أنا طلقتها ودي كانت نزوها وبالفعل سمحته ودلوقتي كرر الخيانة تاني وتجوزها عرفي تاني وأنا مش عارفة أعمل إيه معاه وهو مصمم على الخيانة ومؤثر هو في مصاريف أولاده أنا عندي أربع أولاد أكبرهم في أول أعدادي وأصغرهم عنده سنة تنصحني أعمل إيه أنا أنصحكم كمان في هذا السياق مسألة واضحة نحن نحتاج إلى ما يسمى بمثلث التعافي من الخيان لازم الزوج يعرف أن الزوجة لما تفقد السقة لازم ندخل في دورة اسمها دورة التعافي من الخيان إنه يعمل إيه؟ لازم يعترف ويعتذر ولازم إحنا نعرف هو بيعمل كده ليه إذا كان الأمر ده متكرر فمسألة ببساطة والخيانة هنا ليس معناه الزنا أنا معرفش جواز العرفي ده معناه إيه؟ لازم برضو أعرف يعني إيه جواز عرفي عشان قفتي في المسألة لكن أنت تسألين إنه نعمل إيه؟ أنت عشان تخرجوا من ده أنتوا محتاجين إرشاد محتاجين حد يدعمكم محتاجين حد يخليكم يساعدكم على أن جنتوا تخرجوا من ده محتاجين حد يحلل شخصية زوجك لعل زوجك من الأشخاص الذين لا يستطيعون أن يكتفوا بمرأة واحدة فساعتها نعرض المسألة ونشوف قرارك ساعتها يكون إيه؟ فأنت محتاجة بشكل واضح أنتوا الاتنين محتاجين بشكل واضح أن أنتوا تتعرضوا على خبير يقدر يقول هو الحالة دي أفضل طريقة للتعامل معها إيه؟ لكن الكلام على الهوى كده أي حد ينصحك على الهوى في هذه المسألة مباشرة كده قد يدرك طيب السؤال أول نصيحة بنصحها لك إيه؟ أنصحك ألا تطلب الطلاق ولكن إحنا محتاجين إيه؟ أنت مش هتطلبوا الطلاق لكن محتاجين إرشاد عاجل لأن أنت كل يوم بيمر عليكي كل ما ده بيكون في رصيد غضبك ورصيد ضيقك ورصيد كراهة أنا آسف ورصيد يقربك من كراهية زوجك وعشان كده إحنا محتاجين بشكل عاجل أن إحنا نروح للإرشاد الزواجي